من جانبه أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه قائمة المطالب التي وجهتها دول الحصار لدولة قطر والتي قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أمس إن رد الدوحة عليها كان سلبيا أقل أردوغان في مقابلة بفتها قناة فرانس فاندكات في وقت متأخر من مساء أمس إنه يرفض هذه القائمة لأنها تجرد قطر من صفتها الأساسية كدولة ذات سيادة وهو ما يرفضه بشكل قاطع وبشأن القاعدة العسكرية التركية في قطر قال أردوغان إن تركيا متزمة بالاتفاق العسكري المبرم مع الدوحة وتقف وراءه حتى النهاية وأكدا أن القاعدة لن تغلق إلا إذا طلبت قطر ذلك المطالب الثلاثة عشر ببساطة تجرد الدولة من سيادتها وذلك أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف الولايات المتحدة وفرنسا لديهما قواعد هناك أيضا لماذا يطلبون ذلك من تركيا وليس منهم سنبقى ملتزمون باتفاقنا مع قطر حتى النهاية وإذا قطر طلبت منا المغادرة بالطبع سنرحل ولا نبقى في مكان لا يرغب في ويودنا